السلام عليكم اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى عيدما ولد النبوي الشريف الله يدخل عليكم ولينا ولا الامة كاملة والصحة والسلامة اليوم نشارك معكم الرفيصة تقليدي الاصيلية نبدو على بركتي الله عندي جوش تاسة تحين بيات تاسة تحين رفينو اه شوية الملحة نضيف عليهم الماء هدو هم المقادر اللي كان يحتاجوا في الرفيصة دينا يعني في العجينة الورقة الرفيصة سافي خلطت مزيان ضيفت عليها معلقة الزبدال خليتها تتخدم شوية سافي عملت في التبصير كما كتشوفوا بان العجين علىها طال قارسة مزيان نغطيها ببابل سلوفان ونخليها ونخليها ترتاح عن نقي جاج جاج الكمية اللي بغيتون انتوما عندي هنا ججاجات نقيتهم عملت لهم شوية الخال الملحة بغيتوا تعملوا اللييمون كتعملوها عن قزل البصلة النقيها والربيع والركش اللي يعني حتاج عندي قصفور معدنو سرسته معا نخليها صحيح كما كتشوفوا الدي عامر بالخارقم البصلة نقيته ثلاثة البصلات عندي هنايا فلفل اسود سكنجبر ملوين والكركم وشوية درس الحالو تبقي اللي هي شوية كما كتشوفوا مهم عامنو واحد العود القرفة شوية الحلبة اختياري اللي بغاها ولكن في الرفيسة تقليدية راها كتكون والسمنحار وزيت المائضة هدو هما المقادير بعد ما قطعت البصلة وقطعت الربيع لها تشكل هذا كنضيف المقادير كاملة والملحة بطبيعة الحال حسب الضوء صافيح نخلط مزيان هاد المقادير وزيت المائضة او تعملوا زيت زيتون اللي توفر لكم واللي حب الخاطر كتعملوا كتعملوا حتى نخلط مزيان هاد التوابل بهاد في هاد المرحلة هادي انا جاج غسلتو وخليتو يستقطر مزيان باش كي اقترنا مزيان من الماء كي ولي ناشف او بامكانكم انكم تنشفوه بالبطيل الى شفتو بانه باقي فيها الماء اضيفت هنا ايديك شوية درس الحنط اللي كانت بقالي صافيح نخلط مزيان كما تشوفو يعني تتبيلا او تشارمونا راها ما شاء الله وريحة دياله رائعة خصوصا بالسمن كينا اللي كي يجبو كينا اللي ما كي يجبووش بطبيعة الحال كل واحد وطوق دياله سافي عن شار من هاد الجاج كما تشوفو على الطريقة هادي عن تقبلو صدر دياله وداروري بان الجاج تقبلو صدر دياله باش كي يجي صدر بنين سافي على الطريقة هادي نحط فطنجره واحد غير بعض ساعة ونشعل عليه ربوطه باش يشبرنا ديك تتبيلا دياله ودك اللنت دياله وصافي انا عملتم يعني ديك ساعات ما طول شي بزيث كن شرمل تانية نفس الطريقة تهي كنت قبل صدر دياله وكن دخل شرمونا ضروري بانكم عادي تستعملوا يدكم لان معلقة او مع تطيكم ش يعني نفس النتيجة مهم انا ما كان عرفش نخدم بمعلقة ولا شي حاجه سافي على هاد شكل هاد كنشدو لهم رجلين دياله وكن خليوهم سافي على هاد طريقة هادي انتو مكا تشوفو عين عملو فطنجره يشبروا راسم شوية على الطهر من بعد عن قلبهم على صدر دياله عايبقوا فطنجره حتى يطيبوا على خطره حتي ديكا راسم حتيت لها وقد خليهم يتقلو في الشبره راسم مزيان قلبتهم على صدر دياله ومزيدت عليهم جوج و بصلات ومشو الضيل وغتيت التنجره وخليتهم يطيبوا على خطرهم كما تشوفو كان من وحده مع وحده وكان دق هذه الساعة كنحطه في المقلة ثم كتشوفوك تجي طالعا ما شاء الله على هذا الشكل هذا كله واحد وطريقة دياله ويكون هذه الطريقة الاصيلية وطريقة تقليدية الجاجه ومطابو كنهزهم يعني بمغروفه سهل الهزان كتعمل لهم المغروفه في الوسط وكتهزهم يعني بكل سهوله متخاف لا يتهرس وكتشي حاجه بزهد بمناتك يقول لكم انا ممكن تهرسو المجاج راها خصيك يتعرف انك تهرسو تكون شوية زعامه وراه ما يتهرسو مواله من بعد ما كملت رفيسة ديالي على هاتشكل هذا يعني الفتاة او كل واحده شونك يسميه عادتو ما كتشوفو كان حلوهم يعني كان عملو كل ورقة بوحده عاد من بعد عن قطعوهم سما كتشوفو النتيجة كيفاشا كتجي يعني كتجي الورقة رقيقة بزهد هذه هي الرفيسة تقليدية الاصيلية اللي تعلمت على الام ديالي الله يخليها لله يطول الاربي في العمار والرزق الاربي في الصحة والسلامة ويخلي لكم الامهات ديالكم و الاباء ديالكم طبيعة الحال و والله يرحم جميع اموات المسلمين و يرحم الاب ديالي مسكين الحمدلله على كل حال مهم سقط رفيسة كما كتشوفو حطيت جاجر هنا حمرتهم مغي شوية ماشي بزاف انا غيدك المقلة اللي طايت فيها اجبتهم حطيتهم فيها حلوبة حطيتها و حد كي ليس كي بغيشي و هاد البصلة رأنا طيبتها بوحديتها كما شفته الشرطة وعملت معها معلقة مغروفة يعني دلغرف دلمرقى دجاجر نيت و اديتها و جبتها يعني جات حلة مع اسلة وزوقت بشوية الطمار وزوقت بشوية العنب المجفاف كنت عمال بيض السمان انا هزيت كخطحت لم يديت هرست لمكتبشي صافي كتفيت بتزيين ديال على هالطريقة هادي كانت منها ان شاء الله يربي انها تنال اعجاب ديالكم وانكم تجربوها طريقة سهلة والمقادر انتو ما شفتو يعني الدرفيسة ما كتديش المقادر وصحة والرحة وعيد المولد النبوي بصحة والسلامة